بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن الكريم عن القلب ويصف المنافقين فيقول ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فيتكلم عن القلوب القاسية ويتكلم سبحانه وتعالى أيضا عن أثر القرآن في لين القلب يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثان يتقش عر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله القلب اللين والقلب القاسي حين يتكلم الله سبحانه وتعالى عن القلب القاسي يشبه بالحجارة ويقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فكأن قسات القلوب أشد في قسوتهم من الحجارة التي يخرج منها الأنهار أو التي تتشقق من خشية الله قسوة القلب هي أن يكون في الإنسان غلظة وأن يكون فيه بعد عن فهم القرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هذا أثر القرآن في لين القلب كثرة قراءة القرآن تسبب رقة القلب ولينه وتبعد الإنسان عن قسوة القلب وشدته وما أثر قسوة القلب القلب القاسي ليس فيه رحمة لا يرى عطفا على مسكين ولا يحب عطاء لفقير ولا يرى رحمة بخلق الله هذه الرحمة التي تكلم عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى ناقة ترفع حافرها عن صغيرها فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق الرحمة مئة جزء أمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل جزءا واحدا يتراحم به الخلق جميعا به ترفع الشاه حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه هذه الرحمة هي التي تحدس في الإنسان لين القلب فيعطف على المسكين ويرحم الفقير وقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن ما يلين القلب فقال اطعام المسكين والمسح على رأس اليتيم وهكذا يبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم ما يسبب رقة القلب ولينه حينما تريد أن يلين قلبك فأطعم مسكينا أخرج من مالك من أجل إطعام المسكين حين تريد أن يلين قلبك امسح على رأس يتيم بغية أن يشعر برحمتك وأن تنبت الرحمة في قلبك وأن يلين الله سبحانه وتعالى قلبك وتنقل لنا كتب الآثار عن ثابت البناني رضي الله عنه يروي عن بعض العباد يقول هذا العابد إني لأعلم متى يذكرني ربي فقالوا كيف تقول ذلك فقال نعم إذا ذكرت ربي ذكرني فحين أذكر ربي يذكرني وإني لأعلم متى يجيب ربي دعائي فقالوا كيف تعلم ذلك قال حين يقشعر بدني ويلين قلبي وتفيض عيناي إذا اقشعر بدنك وإذا لان قلبك وإذا فاضت عيناك وإذا وفقك الله للاسترسال في الدعاء فهذه أمارة الإجابة وهذا أثر لين القلب فاغتنم هذا الوقت وأكثر من الدعاء وأكثر من التبتل لأن هذه أمارة الإجابة وهذه دليل الإجابة والله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء عبد أقبل عليه بقلب لي ولا يرد دعاء عبد أقبل عليه وهو متبتل إليه خاضع إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بلين القلب وأن يتقبل دعاءنا وأن يجعلنا من عباده المخبتين الصالحين المقبولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته